اشتركوا في القناة وفي التفاصيل بعد ساعات من تصريحات التصعيد والولاء لإيران واشنطن ترد على الحوثي تتحملون مسؤولية الإخفاق إيران عنوان ثاني وفي التفاصيل ماذا وراء التراجع؟ خامن أن يفتحوا الباب لإعادة أسماء لسباق الرئاسة ويتحدث عن الظلم ليبيا عنوان ثالث وفي التفاصيل لأننا نرفض أي تواجد أجنب في بلادنا ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك الملياشات للمسلحة الخلافات تؤجل لقاء عقيل والمشري في الرباط والأمم المتحدة مدعوة لفض أزمة المناصب السيادية لبنان عنوان رابع وفي التفاصيل مناطق حزب الله تفرغ من البنوك الأجنبية والشدال يتسع هل هو الإفلاس أم العقوبات الأمريكية؟ الحوثيون يتحملون مسؤولية الأخفاق الكبير وسياستهم سبب العزلة التي يعيشونها يبدو أن واشنطن قررت العبور إلى نهج جديد في التعامل مع مليشيات الحوثي بعدما يبدو أنه فشل لجهود السلام التي راهنت عليها منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة والدوافع الرئيسية قد تكون رفض المليشيات أطعاطي مع مبادراتها التي سوق لها مبعوثها الخاص تيم ليندركينغ خلال زياراته المكثفة إلى المنطقة مؤخرا أهمها رفض الحوثيين ما وصف بالصفقة العادلة التي اقترحتها واشنطن ترجمة نانسي قنقر وفي التفاصيل قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعة الحوثي المتحلفة مع إيران تتحمل مسؤولية الإخفاق في التوصل لوقف إطلاق نار واتهمتها بعدم اتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع وقالت الوزارة أنه في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني بحسب البيان وذكر بيان الخارجية الأمريكية في ختام زيارة المبعوث الخاص اليمن ليندر كينغ إلى المنطقة أن الحوثيين يواصلون هجومهم المدمر على مأرب الذي يدينه المجتمع الدولي وهو ما يترك الحوثيين في عزلة متزايدة على كل نناقش هذه التطورات مع ضيفتنا من واشنطن فارشا كولفاير كبيرة الباحثين في معهد الدفاع عن الديمقراطية سيدة فارشا مساء الخير أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث يعني بوقت كان في أجواء تتحدث بأوقات سابقة عن أن الإدارة الأمريكية تسعى لتغيير مواقفها وتسعى لتسوية مع الحوثيين وتعرض ذلك اليوم بيان الخارجية يتحدث عن تحميل الحوثيين مسؤولية ما يحصل بموضوع وقف إطلاق النار وبالتالي فهم أنه هو تغيير تام بالنبرة الأمريكية هل هذا صحيح؟ مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة نعم هو تغيير في المنظور الأمريكي وأعتقد أنه الأكثر مباشرة والتنديد المباشر الأول الصريح لأعمال الحوثيين وهو استمرار أيضا للسياسات الأمريكية التي ظهرت منذ الأيام الأولى للحرب وهي التأكيد على السلوك السيء للحوثيين والآن الحوثيين استمروا في رفض مقترحات وقف إطلاق النار الواحد والآخر وهناك الشعور في الإدارة الأمريكية أن الأمر أصبح أكثر صراحة في أن يسموا الأشياء بأسمائها وسلوك الحوثيين في وضع العقبات وتعقيد الهدنة وفي ظل هذه الأليات التعقيد ونشهد الآن تغير كبير في الرسائل من الجانب الأمريكي تصفين هذا التغير بأنه ليس بالتغير الأساسي أو المهم بالسياسة الأمريكية وأن هذا الوعي الأمريكي كان موجود بأوقات سابقة ولكن هناك أطراف مراقبة أخرى تقول أن الولايات المتحدة كانت تحاول كثيرا مع الحوثيين اتخذت مواقف الإدارة الجديدة جدا داعمة أو إلى حد ما مسهلة كثيرا لهذه الميليشيات منذ تسلم بايدن السلطة ورغم كل ذلك ليس لها أي كلمة أو أي وصول لهذه الميليشيات فإلا أي مدى يمكن وصف ما يحصل فقط بأنه تغيير عادي أو تغيير بسيط إن الرسائل العامة بالتأكيد قوية فالإدارة سعدت من التنديد بدور الحوثيين وكما ذكرت سابقا إلا أن هذا هو تفاهم الكبير بأن الحوثيين لا يتفاوضون بحسن نوايا وما حدث منذ العام الماضي ومنذ الكورونا وعندما اقترحت السعودية اقتراحا بوقف النار تلو الآخر وبالتالي أكدت الإدارة الأمريكية أنها تحاول أن تأخذ منحا تصالحيا مع الحوثيين لكنهم أيضا لم يتفاعلوا مع ذلك الآن نرى رسائل واضحة من المسؤولين الأمريكيين لأن الحوثيين أعطوا شروطا لوقف تلق النار لم يقبلوها وهم يواصلون الاعتداء العسكري في مأرب ولا يأفهون بالضحايا من دول الجوار اليمني هل تعتقدين أن هذا الموقف الآن للخارجية الأمريكية سوف يعكس آليات وقرارات أخرى سوف تتخذها الولايات المتحدة بالمرحلة القادمة تجاه ميليشيات الحوثي باليمن إن الصعوبة بالموقف الراهن الأمريكي تجاه الحوثيين هو أن الضغط الأمريكي محدود والسابق كان هو القرار من إدارة ترامب هو أن يضع الحوثيين على أنها منظمة إرهابية لكن إدارة بايدن عكست ذلك ولم تأخذه وتطبقه بل تعاملت معه من الناحية الإنسانية وبالتالي كان هناك ضغط كبير للولايات المتحدة وفي غياب هذه الأداء لم يبقى أدوات كثيرة أمام الإدارة الأمريكية للتغيير على سلوك الحوثيين أو جعلهم أن يغيروا حساباتهم الاستراتيجية بأي شكل أعتقد أن الرسالة الأوضح والطريقة المثلة أمام الأمريكيين التي تعكس تغيير المشاعر والإحباط من رفض الحوثيين للعروض الأمريكية لذلك أعتقد أننا سنرى المزيد من الأعمال أو مواقف التأكيدية التي ستسمي السلوك الحوثي الشرير الذي ليس بجديد بل هو سلوك ممن يسرقون القذاء من الشعب اليمني وهناك تسليط ضوء على هذا السلوك السلبي للحوثيين وما نراه الآن هو أن الحرب ما زالت متواصلة وهناك مفاوضات متجددة من الأمم المتحدة وضغط إضافي لتسوية دبلوماسية ومفاوضات تأتي من الولايات المتحدة إلا أن هناك إحباط شديد بأن الحوثيين لن يقبلوا بأي من الشروط المعروضة والنقطة الراهنة والعالقة هي ذاتها التي صادفناها في المفاوضات ووقفة لقنار السابق بالحديث عن الملفات الكبيرة الآن المطروحة والتي ترتبط بالملف اليمني هل تعتقدين أن تغير اللهجة الأمريكية في هذا البيان اليوم للخارجية الأمريكية مرتبط فقط بسلوك الحوثيين داخل اليمن وموضوع مأرب أو هو مرتبط بما قاله زعيم ميليشيا الحوثي في كلمته بالأمس حول موضوع أنه شريك بمحور وهو جزء لا يتجزأ مع حزب الله بلبنان ومع كثير من الأطراف الآن المحسوبة على إيران في هذه المنطقة لمشروع أكبر أيضا من مجرد فقط اليمن كبلد أعتقد هناك بالتأكيد تناغم بين هاتين الأليتين فقد عرفنا لفترة طويلة أن الدعم للحوثيين كان يعتبر استثمار قرلي للتكلفة لإيران ولتواصل إزعاجها للدول الجوار خاصة من السعودية وهناك احتمالية لأن يتحول الحوثيين لمعقل إيراني جديد في المنطقة كما كان هو حزب الله إلا أن هناك لأسباب أمن الطاقة كان هناك انزعاج من وجود ميليشيا تشابه حزب الله في هذا الجزء من العالم هناك تناغم وهناك إعاقة أمام كثير من العروض وقفة طلاق النار وهناك ضغط لهذه الأعمال في اليمن وأيضا الرسائل الحوثية فيما يتعلق بهذا الشأن أشكرك جزيلا شكر ضيفتنا من واشنطن فارشا كودو فيور الكبيرة الباحثين في معهد الدفاع عن الديمقراطية التصريحات الأمريكية جاءت بعد تصعيد جديد ورفض وقف النار أطلقه عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيا الحوثية الذي شدد في تصريحات على مواصلة القتال مطالباً يمنيين بدعم جبهات القتال بالمال والرجال وفق تعبيره عبد الملك الحوثي قال أن مطالبة غريفوس والمبعوث الأمريكي تموثليندر كينغ بوقف إطلاق النار والهجمات يعني القبول بالاستسلام داعياً أنصاره لاستمرار الهجوم وما وصفه برفض الجبهات وجدد الحوثي الولاء لإيران موجهاً الشكر لها على دعم ميليشياته والمضي في العمل بمحورها مضيفاً أن جماعته أيضاً جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن نصر الله من عام ميليش حزب الله نستمع لبعض تلك التصريحات التي أثرت جدلاً واسعاً في اليمن واجبك يا شعبنا العزيز ومسؤوليتك يا شعبنا العزيز أن تتصدى لهم أن ترفض دائماً جبهات التصدي لهم والتصدي لزحوثاتهم أن ترفض تلك الجبهات بالمزيد والمزيد وبشكل مستمر من الرجال والمال المعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته الأخيرة في أن يكون التهديد للقدس يعني حرباً إقليمية نؤكد أننا جزء من هذه المعادلة في إطار محور المقاومة وأننا سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاضرين بكل ما نستطيع وبكل فاعلية في إطار المحور وفي إطار هذه المعادلة من عمان معنا حول هذه التطورات وزير الإعلام الأردنية الأسبق صالح القلب أستاذ صالح مساء الخير أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث يعني بوقت أنه زعيم ميليشيا الحوثيين يطالب بمزيد من الرجال القتالي على الجبهات ويخسر الكثيرين على الجبهات هو يعتبر نفسه بأنه جزء من منظومة أكبر من ذلك إلى جانب ميليشيا حزب الله سواء بموضوع القدس أو سواه وكأنه يعني فرع من فروع إيران وهو داخليا لديه نقص بالعتاد وبالناس هذه التصريحات هل فقط هي تصريحات لديها رسائل شفاهية لا أكثر أو هناك بعد آخر الآن بكلام الحوثي هذه المرة يعني هذه الحركة بالأساس حركة إرهابية وحقيقة تركها كثيرون من الزيديين عندما اكتشفوا أن هذه الحركة حركة إرهابية وأيضا جزء من إيران يعني قائدهم العسكري والسياسي متواجد في إيران ويعتبر حاله في الإطار الإيراني وهذا واضح ولذلك يتحدث عن حسن نصر الله ويتحدث عن كل هذه المجموعات الموجودة فحركة هذه الحركة الآن حركة إرهابية تابعة لإيران أبدا في الجهاز الأمني الإيراني تعمل مع إيران مثلها مثل كل التنظيمات التي تعمل مع إيران وجزء من إيران وهذا واضح ومعروف ومعلن ولذلك في كثيرين من الحركة تركوها تجاوزوها وتركوها لأنه ثبت أن هذه الحركة التي كانوا يحكوا عنها الزيدية أو العودية كانوا يحكوا عنها اكتشفوا أن هذه جزء من إيران إيران تتغلغل بالمنطقة العربية وتعمل إرهاب بالعديد من الدول ووجود في اليمن وجود في اليمن ولها وجود في العراق وجود في سوريا وجود في حتى لبنان هذه المنظومة هو جزء منها طيب بس استخدام سردية القدس سواء من جانب زعيم ميليشيا الحوثي أو حتى من زعيم ميليشيا حزب الله بهذه المرحلة بعد ما رأيناه وما حصل بالقدس وبغزة ولم نرى أي أحد منهم ذهب للدفاع عن هذه الأراضي المقدسة يعني إلى أي مدى يمكن القول أنه يمكن دائما استخدام هذه السردية وإيجاد أذان صاغية لهكذا كلام يبدو لي لو عملت له فحص أو عمله أي جهة فحص يتحدث عن القدس لسقط بجدارة القدس هذا استخدام واستعمال غير مقبول إطلاقا القدس ليس لهم علاقة بالقدس لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا ومعروف يعني معروف الوضع الموجود الآن حتى إذا كانوا هم بدهم يعتبروا حالهم تابعين لحماس في منطقة غزة أنا أعتقد أنا أعتقد هذا كلام يعني لنا لنا اعتراضات كثيرة على حماس ولنا أيضا مواقف من حماس لا نقبلها ولا يمكن أن نقبلها ولا يمكن أن نقبلها الشعب الفلسطيني أيضا ولكن إنه واحد يجي يتحدث عن القدس ما علاقة الحم الحوثين ما لهم علاقة بالقدس ما ليس لهم علاقة بالقدس وأنا متأكد لو واحد فحص فعملوا له فحص لا يعرف شيء عن القدس لا من قريب ولا من بعيد القدس تستخدم قميص عثمان كما يقول هؤلاء الناس ما لهم علاقة بالقدس ولا الإيرانيين لهم علاقة بالقدس يعني التصريحات حول إيران وتجديد الولاء طبعا كما كل كلمة ويعني وضع نفسه بإطار كذلك هذه المنظومة ككل التابعة لإيران يبدو أنه يأتي بعدها مباشرة بيان للخارجية الأمريكية تتهم فيه الحوثيين مباشرة بتعطيل موضوع الوصول إلى وقف إطلاق النار وتتحدث بكلمات وصفت بأنه هي يعني عادة عبارات قاسية تستخدمها الولايات المتحدة لإدانة طرف ما هل هذا يعني أنه اليوم في يعني مواجهة لهكذا مشروع هل في وضع حد لوجود هكذا منظومة بالمنطقة برأيك؟ حقيقة هذا المشروع هو مشروع إيراني وأيضا معلن هو الحوثي يعلن نفسه بأنه جزء من المشروع الإيراني ويعتبر أنه هو تابع للولي الفقه في طهران معلنة يعني هذه الأمور معلنة وحقيقة لو وجدت بلايات المتحدة الأمريكية أخطأت في البدايات وفكرت أنه هي تستطيع أن تستوعب هؤلاء الحوثيين الحوثيين حركة إرهابية اكتشفوا أن هؤلاء حركة إرهابية وحقيقة وتعمل مع إيران بوضوح وبشكل معلن ويفتخروا بعلاقاتهم هو يتحدث يقول أنا من أتباع الولي الفقه يعني واضح هذا ما بدوا نقاش ولا بدوا جدل وهم جزء وحقيقة سحب كثيرين منهم من كثير أعدادها إلى تركتهم لأنه اكتشفوا أنه هذولا مش يمنيين ولا هلهم علاقة باليمنين ولا لهم علاقة بالزيديين باليمن أيضا ولا لهم علاقة بالزيديين باليمن ولذلك محاربين كجهة إيرانية تعمل بالمنطقة وتخريب بالمنطقة وهذا مؤلن هو يعلم مش أحنا نحكي عنه إلى أي مدى يمكن لهم أن يعملوا كجهة سياسية وليس جهة عسكرية هل هذا ممكن الآن حضرتك تقول أنهم لا يمثلون يمنيين ولا حتى زيديين هل يمكن اعتبارهم قوة سياسية بمرحلة قادمة إذن؟ يعني كيف يعني مرحلة سياسية حزب سياسي ما لهم علاقة بالزيديين الآن لهم موقف ضدهم الزيديين لهم موقف ضدهم وهذه حركة موجودة الزيديين موجودين باليمن من فترة طويلة ولهم مسيرة طويلة وحقيقة أحيانا في أخطاء كبيرة سير في بعض منهم صنحرافات ولكن بصورة عامة هذا الجزء من اليمن وجزء من مسيرة اليمن الحقيقة الصحيحة الصحيحة أما بالنسبة لهم هما يعلنوا هما يعلنوا أنهم تابعين للولي الفقه هم تابعين لإيران إيران موجودة موجودة في أربع دول عربية وأكثر وربما هم جزء من هذه التركيبة الموجودة وهم يعلنوا أنهم جزء من إيران وتابعين للولي الفقه وهذا شيء معلنة يعني ما بده نقاش هذا الموضوع ما بده نقاش كثير معلن هم اللي يعلنوا مش إحنا نتهمه طيب أستاذ صالح يعني بهذه المرحلة نتحدث اليوم عن ميليشيات لديها تسليح كبير سواء على صعيد الحوثيين سواء على صعيد حزب الله بلبنان سواء على صعيد الميليشيات الموجودة بالعراق كيف يمكن اليوم التعاطي مع هذا السلاح الكبير اللي موجود لدى هذه الميليشيات وكيف يمكن أن يتم الاحتواء أو ربما يعني الوصول إلى نتيجة معهم مع بقاء السلاح أو بدونه هلأ موضوع السلاح بالأساس حقيقة الآن في اختراق إيراني للوضع العربي في اختراق إيراني والاختراق أسكري إيران هزم في حرب الثمانية أعوام هزيمة منكرة وتخلوا عن موضوع الحرب المباشرة إلى التشكيلات العسكرية اللي تدخل المنطقة وعملوا التشكيلات العسكرية منهم 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 هؤلاء اللي جاءوا من اليمن منهم الحوثيين منهم الحوثيين فهذه التشكيلات اللي صارت تتغلغل في هذه المنطقة من العراق والعراق عنده مشكلة كبيرة ومعلنة ويتحدث فيها ليلة النهارة نعم وسوريا سوريا صارت انتخابات صارت انتخابات بشارع واحد بدمشق والسوريا أيضا جزء من هذه المنظومة وفيها قوات إيرانية وموجودة هذه القوات الإيرانية في سوريا وأيضا وأيضا حسن نصر الله في لبنان صار يحكم لبنان يحكم لبنان كله هذا يتحدث فيه اللبنانيين جميعهم كل الأطراف اللي موجودة في لبنان تتحدث عن هذا الموضوع وبعدين الحوثيين الموجودين هناك هذه القوة الآن هذه القوة الآن تتحدى المنطقة العربية كلها نعم تتحدى المنطقة العربية تعمل جزء من إيران من القوات الإيرانية من النظام الإيراني من السياسة الإيرانية بالمنطقة من الاختراق بالمنطقة وهذولا الحوثيين دخلوا في هذه الدائرة وهم الآن يعلن يقولوا إحنا جزء من أتباع الولي الفقيه هم يعلنوا هذا الكلام شكرا جزينا لك ضيفنا من عمان وزير الإعلام الأردنية الأسبق صالح القلب إلى فاصل نتابع من بعده بحدث اليوم لارجاني يشكر خامنئي بعد حديثه عن ظلم لحق بمرشحين للانتخابات صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد خامنئي يعيد خلط أوراق الانتخابات الرئاسية الإيرانية ويفتح أبواه بإعادة مترشحين تعرض للظلم على حد قوله حيث قال مجلس صيانة الدستور في إيران اليوم إنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر بعد أن قال زعيم الأعلى يطلع لخامنئي إن بعضهم وقع عليه ظلم وكان خامنئي الذي له القول الفصل في أمور الدولة قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات التي سوف تجرى يوم الثامن عشر من يونيو حزيران منهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المرشد علي خامنئي ليخرج داعياً إلى المشاركة بالقول إن التصويت واجب شرعي خامنئي تناول قضية استبعاد مرشحين واعتبر أن بعضهم تعرضوا للظلم في إشارة قرئت على أنها نية لتراجع النظام عن إقصاء بعض الشخصيات والذهاب ربما لاسترضاء الشارع الرافض لانتخابات مضمونة نتائجها سلفاً اللافت في تصريحات خامنئي الأخيرة أنها أكثر ليونة من خطاب سابق حسم فيه الجدل لصالح قرار مجلس صيانة الدستور أنذاك تطورات تأتي بعد أيام من الانتقادات المتلاحقة للمجلس والتي جاءت حتى من أبرز رموز النظام فحسن الخميني حفيد مؤسس النظام موجه انتقادات اللاذعة لمسار العملية الانتخابية كما حذر من تولي حكومة غير مشروعة الحكم في البلاد صادق لارجاني شقيق علي لارجاني المرشح المستبعد لم يتوانى عن انتقاد قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد مرشحين بينهم شقيقه لارجاني رئيس سلطة القضائية السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي قال إن أجهزة الاستخبارات تلعب دورا في قرارات مجلس صيانة الدستور محمود أحمد نجاد المرشح المستبعد هو الآخر دعا إلى مقاطعة الانتخابات دعوات تبرز وسط مؤشرات على عزوف كبير في الانتخابات المقبلة الأمر الذي قد يظهر النظام فاقدا للشرعية وهو أكثر ما يقلقه وجه رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لارجاني رسالة شكرا إلى المرشد الأعلى علي خامنائي بعد إعلانه رضل الظلم الشكر يأتي بعد أن أعلن لارجاني في الخامس والعشرين من مايو الماضي تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية تفتقر مشاهدين عملية الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا العام إلى رؤية تنسجم مع تطلعات الشعب الإيراني السياسية هذا على الأقل ما يراه بعض السياسيين الإيرانيين والمتابعين للشأن الإيراني الذين انتقدوا إبعاد شخصيات تابعة للتيار الإصلاحي في البلاد من الترشح للانتخابات معتبرين أن القرار تسبب بتعالي الأصوات المنتقدة لحكم المرشد الأعلى علي خامنائي في تحدي صريح لنظام ولايات الفقيه الذي ضمن منذ قيام الثورة الإيرانية مشاركة كافة التيارات السياسية المنضوية تحت تعاليمه وحذر المعارضون أن هذه الخطوة من شأنها زيادة انتصاص الشارع الإيراني من عملية إدارة الحياة السياسية الموجودة في البلاد والتي تثير امتعاض الشارع وتهدد بامتناع الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات أو الحياة السياسية بشكل تام وهو ما يهدد بدوره الاستقرار الداخلي في البلاد والمنظومة السياسية القائمة على ولاية الفقيه والتي من المفترض أنها تشجع على انقراط الشعب في الحياة السياسية ويعتبر المعارضون في إيران أن إجراء الانتخابات بالمرشحين المحافظين فقط يتنافى مع تعاليم الجمهورية الإيرانية والعملية السياسية التي لا تفرد في العادة رئيسا للبلاد بهذا الشكل المباشر والواضح وبدون منافسة ويرى متابعون أن البلبلة السياسية الداخلية الحاصلة في إيران تكشف عن التباين والاختلاف بين سياسي النظام الإيراني خاصة بمن كانوا يعتبرون قاربين من خامنائي أو من دائرته السياسية على كل كثير من التطورات حصلت في الساعة الأخيرة في هذا الإطار نناقشها مع ضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني دكتور حسن مساء الخير أهلا فيك معنا دائما على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم يعني قبل أن ندخل بتفاصيل ما تحدث به خامنائي لاريجاني شكر مباشرة خامنائي على هذا الموضوع وعلى حديثه عن الظلم الذي تعرض له بعض المترشحين لماذا أول شخص ذهب للشكر كان لاريجاني وبهذه السرعة نعم تحيي لكم ولمشاهدين الحدث طبعا لاريجاني وأخواني لديهم ملفات فساد كبيرة في داخل إيران وكافي بإشارة واحدة من خامنائي حتى يغضي على مستقبلهم ليس فقط من المستقبل السياسي بل الحياة الاجتماعية التي يتمتعون به لذلك ليس لديهم أي خيار إلا تقديم الشكر من الولي الفغي ومن علي خامنائي وخاصة أنهم ليس لديهم علاقة وارتباط غوي بالشعب الإيراني ومطالب الشعب الإيراني وما يعرفون جيدا أن علي خامنائي والسياسات مرفوضة تماما في وسط الشارع الإيراني ولكن بسبب أنهم ليس لديهم أي علاقة مع هذا الشعب يركزون على مواليتهم إلى علي خامنائي لم يسمي لارجاني لم يسمي أحد في الوقت حدث عن أن البعض تعرض للظلم من المقصود هنا ماذا سيحصل معهم هل هم يعتبرون من الآن مباشرة ترشحوا للانتخابات من جديد أو ماذا صحيح أن خامنائي لم يشير إلى أسماء معينة ولكن إشارة إلى حادثة مهمة طرحت في الانتخابات الأخيرة وهي تتعلق ببنت لارجاني موجودة في خارج البلاد وكان يتحدث أو هؤلاء الذين تحدثوا من مناطق مختلفة أو من مؤسسات مختلفة أن تم سبعاد لارجاني بسبب وجود هذه الغضية ولذلك خامنائي أشار بصورة مباشرة إلى هذه الغضية وهذا يعني أن هو كان يشير إلى الأجهز ولكن بتقدير أنا المهم الآن علي خامنائي هو محتار بين استمالة علي لارجاني وموضوع وجود إبراهيم رئيسي دون منافس في هذه الانتخابات علي رجاني يخاف جدا بأن حتى لو يسمح لشخص مثل رجاني وهو أساسا غير مقبول في الشارع الإيراني ولكن بعض الاخلاحيين قالوا أن يدعمونه لذلك ربما هذا الشخص سيسبب مشاكل إبراهيم رئيس لماذا إعادته إلى المشهد بهذه الطريقة من جانب خامنائي إذا كان لا يناسب مصالح خامنائي أصلا كان قرار مجلس سيانات الدستور صدر يعني خامنائي نقد هذا القرار أيضا لماذا أنا لا أعتقد أن مجلس الرغاب في إيران يستطيع يعمل أي شيء بدون أوامر من خامنائي يعني غير رأيه خامنائي نعم هل غير رأيه خامنائي يعني بهذه الحالة لا لا أبدا أبدا خامنائي لم يغير رأيه ويعرف جيدا أي تغيير في التركيبة الحاضرة للمرشحين سيعرغل أمام فوز إبراهيم رئيسي لأن إبراهيم رئيسي هو ليس لديه أي شيء في الشارع الإيراني وهناك خلافات حوله في المؤسسات في داخل النظام لذلك خامنائي لم يغير أي شيء في رأيه ولكن أراد أن يعطي نقطة عاطفية إلى علي لارجاني بهذه اللعبة التي رأيناها كانت بينه وبين مجلس الرغبة طيب هذا يعني ماذا سيعني بالنسبة للعملية الانتخابية ماذا سيعني بالنسبة للمخاوف من عزوف الناخبين يعني تغيير بالكلام من جانب خامنائي بهذه الطريقة هل يمكن فعلا أن يقنع الإيرانيين بأن يذهبوا لا أبدا موضوع خامنائي والعيب خامنائي مكشوف للشعب الإيراني هذا النظام غير الشرعي وغير مقبول لا سياساته الداخلية ولا سياساته الخارجية مقبولة من قبل الشعب الإيراني أنا أعتقد أن تدخل الولي الفقي في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق سبب لظهور الأشكال الجديدة والبشعة من الدكتاتورية الحالية في إيران يعني لوما كانت هذه التدخلات في هذه المناطق خامنائي لم يسير بهذه الصورة البشعة من هذه الدكتاتورية الآن بدون خجل وبدون حياة يرصب أشخاص بهذه الشكل للانتخابات الرئاسية ويعتقد أنها انتخابات ولذلك يجرد الشعب الإيراني من أي حق في الانتخاب والشعب الإيراني أصبح الآن بعيدا على هذه الانتخابات وخامنين يريد يفرض إبراهيم رئيسي بالقوة وبالنار هو على كل حال كما تحدثت استطلاعات الرأي قبل يومين أنه نسبة الذين يرغبون بالمشاركة تقريبيا قد تصل إلى 35% وهي نسبة مقبولة إذا ما قرنت بالمشاركة بالعمليات الانتخابية بكثير من الدول الأخرى وحتى بالموجة التي يحكي عنها عالميا أنه لم يعد هناك مشاركة كما في السابق بأي انتخابات بشكل عام يعني لماذا يعتبر أن هذا الرقم قد يكون سبب بتغيير السياسة من جانب خامنائي وهذا الحديث له اليوم أولا المؤسسة التي غامت بهذا الاستطلاع بهذا الشكل هي مؤسسة حكومية وطبعا لا يمكن الاعتماد والوثوق بهذه الحصائل أنا بتقديري أنا خامنائي وجماعة الموجودة الآن في هذه التركيبة من المرشعين لا يتمتع حتى بعشرة بالمئة من الأصوات أكثر من تسعين بالمئة من الشعب الإيراني سيصوت ضدهم إذا حصلت هلاك انتخابات حرة ونزيهة ونأتحد خامنائي ونظام الولي الفغي أن يدخل في انتخابات حرة ونزيهة وسيرى كيف الشعب الإيراني سيصرف بوجهه بشكل غوي ولكن بالمغارنة بموضوع النسبة المعلنة من هذه المؤسسة لأن هناك مثلا سابقا دائما يقولون أن كل النتائج التي حصلت هي أكثر من خمسين في المئة فيها ولذلك الآن في هذا الشكل يرجعون إلى هذه النسبة الغليلة أنا بتقديري خامنائي سيزور هذه الانتخابات وسيعطي أرغام غير صحيحة وسيعلن بأن إبراهيم رئيسي فاز بأكثر من خمسين في المئة من الأصوات ولا يحتني ما حصل اليوم من تصريحات لخامنائي حول موضوع لاريجاني ابنة لاريجاني أو حتى حول موضوع الظلم ككل كيف يخدم رئيسي إذا كان هو يريده رئيسا بالتأكيد بالتأكيد يخدم رئيسي بأن ربما هناك صفغات في داخل مجموعة النظام وأزلام النظام بين جماعة رئيسي وبين جماعة علي لاريجاني بأن إذا خامن أي غامة بهذا طريقة من التحدث وأعطى نقاط عاطفية إلى لاريجاني ربما جماعة لاريجاني ستصوت إلى إبراهيم رئيسي إبراهيم رئيسي هو المرشح بلا منافس الآن وكل المؤسسات الحكومية والإعلام الحكومي وأيضا مؤسسات الولي الفقي ستصوت وتشحن الصناديق الآراء إلى هذا الشغل شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في شأن الإيراني إلى فاصل من بعده نتابع بحدث اليوم موسكو أكبر مستفيدا من تعليق العمليات العسكرية الفرنسية مع معلي موسيقى 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 لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة موسيقى لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث موسيقى 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 اشتركوا في القناة وقالت باريس ان القرار سيظل ساريا حتى تتلقى الضمانات بشأن عودة الحكم المدني في مالي اذكر ان فرنسا تشكل دعما عسكريا في ساحل افريقي لمواجهة المسلحين المتطرفين في كل من مالي واتشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو اذا موقف فرنسي جديد من مالي مع اعلان باريس وقف التعاون العسكري مع باماكو على خلفية الانقلاب العسكري الثاني في غضون تسعة اشهر ومع هذا التصعيد ينهار تعاون العسكري الذي كان قائما بين البلدين صحيفة لمود الفرنسية اعتبرت ان باريس اجتازت التهديدات الى الافعال نحو مالي بعد انقلاب الرابع والعشرين من مايو الماضي الذي جلب الكولونال اسيمي جويتا للرئاسة والقرار الفرنسي بتعليق الانشطة العسكرية المشتركة لاجل غير مسمى هو اجراء احترازي موقت لانشطتها في هذه البلاد والقرار الذي اعلنته وزارة الجيوش الفرنسية سوف يشمل ايضا وقف التدريبات العسكرية للقوات المالية على ان تتم اعادة تقييم هذه القرارات الفرنسية خلال فترة مقبلة بناء على تجاوب سلطات مالي وتعتبر لموند ان مالي خسرت اثنين من اهم حلفائها في هذه الفترة هما فرنسا والولايات المتحدة التي اوقفت بدورها دعمها العسكري قبل فرنسا وبالتالي فانها ستكون اكثر ضعفا في معاركها ضد القاعدة وايضا المجموعات المتطرفة الاخرى التي تنضوي تحت لوائها خاصة شمال البلاد وقد اعلن الرئيس الفرنسي صراحة ان بلاده لن تقف بجوار بلد لم يعد يمتلك شرعية ديمقراطية وقد يهوي نحو التشدد والتطرف لكن قادة الانقلاب في باماكو مستمرون في مسارهم حيث يتوقع يؤدي جويتا القسم في السابع من هذا الشهر ويالذلك تعيين رئيس للحكومة اما الموقف الافريقي فقد سبق وعلق عضوية مالي بالاتحاد وفي عدد من الهيئات ايضا منها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وطلب الاتحاد الافريقي بتنصيب رئيسا مدني وليس عسكري هذا الى جانب احترام الاجال المحددة للانتخابات الرئاسية وفي ظل الواقع الحالي قالت الصحيفة الفرنسية ان على سلطات الانقلاب في مالي الان اختيار مواقفها وتحديد اهدافها تجاه المطالب الافريقية والاوروبية ايضا الى جانب المطالب الامريكية على كل هذا الموضوع سوف نتبعه كذلك مع ضيفنا من باريس المحلل السياسي حسان القبيل سيد حسان مساء الخير اهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث يعني عندما نتحدث عن وقف للتعاون العسكري وقف مؤقت على الاقل بهذه المرحلة ماذا يعني ذلك بالنسبة لمالي فعليا ما وقعه نعم بالفعل يعني كما تعرفون منطقة السحل تعيش منذ اسابيع على وقع احداث متسارعة لا يمكن فصل ممكن ما يحدث في مالي عن ما حدث في تشاد واختيال ادريس ابي وتولي ابنه وحتى بيان الاليزي في ذلك الوقت أتذكره جيدا قال نتفهم المجلس العسكري الانتقالي إلى حدود تنظيم انتخابات ولكن مع تصعد عمل العم في العصمة الشادية تراجع ماكرون وطلب بحكومة انتقالية مدنية وليست عسكرية ثم تتسارع الأحداث كما قلت يأتي انقلاب ثاني في ظرف تسعة أشهر في مالي مالي يعني هي العمق الاستراتيجي الفرنسي في كل منطقة السحل يعني فرنسا تكبدت خسائر كبيرة وكبيرة جدا منذ انطلاق العملية دعنا نذكر أن العملية جاءت في وقت فرنسوا أولون في 2013 كانت بغطاء أممي وقرار أممي 2085 الذي صدر في ديسمبر كانون الأول 2012 يعني الثمانية سنوات تكبدت فيها فرنسا حقيقة العديد والعديد من الخسائر خسرت طائرات خسرت حتى أرواح في الجنود الفرنسيين في ذلك الوقت ربما حتى الرئيس ماكرون في حسابات داخلية مع قروب اقتراب الانتخابات الفرنسية يعني عبء هذا الملف ورثه من حكومة أولوند ربما وجدت تعلى حتى ممكن إعادة أن يتبلور المشهد من جديد لأن كل الأوراق اختلطت في هذه المنقبة خلط الأوراق ولو هو موقف سياسي فرنسي واضح الآن ولكن البعض يقول أنه داخليا في فرنسا كانت هناك أصوات منادية فعلا بسحب القوات الفرنسية من مالي وأيضا الدول الأخرى بسحب الأفريقي إلى أي مدى الآن هذا القرار أيضا قد يكون استجابة لهذه الضغوط أو قد يستمر فقط لوجوده الداخلية نعم الضغوط موجودة سواء في فرنسا كما قلت سقطت العديد من الضحايا من الجيش الفرنسي ومع كل حادثة تعرف الأعلام الفرنسي كان دائما سقوط طائرة فرنسية في منورات عسكرية لا نعرف حقيقة ما إذا يجري في الداخل ولكن مع كل حادثة مع كل أرواح خسائر في الأرواح البشرية في الجيش الفرنسي كان هناك أصوات من المعارضة الفرنسية تنادي وتضغط حتى ليس في المعارضة السياسية بقط حتى في وسائل الأعلام في المجتمع المدني كانوا يضغطون على ضرورة إنهاء هذه العملية العسكرية في مالي هذا من جهة إضافة إلى تصاعد في الداخل المالي تعرفون أن الانقلابات التي حصلت كانت تحت غطاء مظاهرات شعبية كانت تندد بالتواجد الأجنبي في مالي خاصة التواجد الفرنسي مع التصاعد تصاعد موجة كره شعبية في الوسط المالي التي ممكن شرعت لهذه الانقلابات يعني كان هناك ضغط داخلي في فرنسا وحتى ضغط داخلي في الداخل المالي ولكن أيضا بالحديث عن المظاهرات في مالي بعد الانقلاب العسكري يحكي عن مظاهرات حملات العالم الروسي أو الأعلام الروسية بشكل عام وبالتالي البعض يقول أن أي فرق قد تتركه فرنسا يمكن لروسيا أن تعبئه مباشرة أولا هذا لمصلحة فرنسا وثانيا هذا ممكن الآن بطبيعة الحال روسيا تصطد الفرص الفرصة الأخرى والدب الروسي يعرف طريقة اقتناص الفرص خاصة في هذه المنقب الذات تعرفون أن روسيا لم تخني الذاكرة في 2019 عندما كانت مصر تتزعم الاتحاد الإفريقي عقدت القمة الروسية الأفريقية وبدأت تبحث منذ ذلك الوقت على موطق قدم في داخل العمق في داخل العمق في داخل العمق الأفريقي بعد ممكن تواجد في شمال الأفريقية في ليبيا ممكن كانت لا يدهيح كذلك حتى نعكسات في داخل تشاد اليوم منطقة الساحة المنطقة مهمة تربط الأطلسي بالبحر الأحمر يعني منطقة مهمة ومهمة جدا روسيا لديها علاقات حتى مع مالي في بيع السلاح مع تشاد مع بوركينا فاسو يعني تسعى حقيقة من جهة إلى إيجاد أسواق جديدة وخاصة وعيدة من جهة تعاون خاصة مع مناطق غنية بالموارد الطبيعية والغازية وروسيا لديها الخبرة الكبيرة والطويلة في هذا المجال هذا مقبول فرنسيا تستميل هذه البلدان من شراكة تقليدي بالنسبة لفرنسا دعنا نقول أن الداخل الفرنسي يتخبط حقيقة يتخبط يعني ليس منذ فترة منذ فترة ماكرون منذ فترة حتى ولوند يعني هناك تخبط في الأجندة الخارجية الفرنسية اليوم فرنسا لا تعرف ماذا تريد من شركاء تقليديين كلاسيكيين كان من المفروض أن تبقى هذه المناطق مناطق نفوذ استراتيجي لا يمكن المفاوضة عليها ولكن شاهدنا مثلا ماذا حدث في ليبيا شاهدنا حتى في في موجات الربيع العربي حتى فترة ساركوزي لو عدوا إلى 2011 يعني فوجئ فوجئ الرئيس الفرنسي ما عندي لها لحديث كأنه لم يكن يعلم بتاعة ثم ركب الموجة فيما بعد نعتقد أن بعد شمال أفريقيا يعني نزلنا ممكن درجة ثانية منطقة الساحة لو ربما بعدها قد تخسر حتى مناطق في العمق الأفريقي لذلك لا نعتقد أن الفرنسيين سوف يعني يكتفوا الأيدي حقيقة لأنها مناطق استراتيجية بالنسبة لفرنسا حتى لو تحدثنا المنقى قريبة منها مثلا المجلس العسكري الحاكم حاليا هل برأيك هو يعتبر نفسه مضغوط بهذه التهديدات الفرنسية أو هو مرتاح الآن يعني بالنسبة المجلس العسكري الحالي يعتبر أن ما وقع هو كان من بعد دفع شعبي ومظاهرات شعبية في الداخل طالبت يعني بتسوية الأمور ولكن الضغوطات موجودة يعني تبقى فرنسا لديها ثقل تبقى فرنسا ممكن حتى تؤثر في دول أقليمية حتى ممكن ظاهريا ظاهريا نتحدث حتى ممكن عن تشنش في العلاقات الفرنسية الجزائرية ولكن التنسيق الأمني وخاصة خاصة في ملف الساحل ومالي دائما موجود بين فرنسا والجزائر لأن مصلحة البلدين هناك يعني مسائل شائكة وشائكة جدا فرنسا كذلك تخشى من الهجمات الإرهابية تخشى من موجة المهاجرين الغير الشرعيين من قد ساحل عندما يتسللون إلى شمال إفريقيا ويصلوا إلى الضفة الأخرى من المتوسط الضفة الشمالية لذلك التنسيق الأمني موجود مع أكثر من اللاعبين إقليمين قد قد أما حلين يعني ليس هناك حل الثالث أما أن تجد تسوية مع زعيم الانقلابين حاليا ومنكن تجد لو حتى شرعية انتخابية وتسوية مما يجعله يضمن مصالح فرنسا على حساب الطرف الروسي على الوفد الشديد وإلا ربما سوف تزيد في الضغوطات يعني تتوقف عمليات بحكومة حالفة نعم بطبيعة الخال يعني توقفت يعني رسميا توقفت العملية وكل عمليات معلقة إلى حدود إيجاد القنوات الديمقراطية من أجل حكومة أولا مدنية وثانيا شرعية دائما فرنسا تصب بحراش كبير وكبير جدا يعني كانت سوف تتعاون في ملفات إرهابية مع حكومة انقلابية رأينا حتى هنا في الدخل الفرنسي عود للتشاد عندما وقع اختيال إدريس أبي وتولى ابنها البيان الأول كان صدم لعموم الفرنسيين كيف لفرنسا دولة الأنوار ودولة الديمقراطية وحقوق الإنسان تتفهم في ذلك البيان مجلس عسكري انتقالي حقيقة ولكن فرنسا بعد تصاعد أحداث العنف في العصمة الشدية تراجعت سريعا وطالبت بحكومة مدنية في أقرب الأجل أنا أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات ضيفنا من باريس المحلل السياسي حسان القبي بعد مشاهدنا نصل إلى ختم ساعة الأولى من حدث اليوم إلى اللقاء بعد دقائق قليلة قلخيت على هذه المدينة آلاف الأطمان من خنابل التحرير اتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزور بسوريا إلى سبعة وخمسين قتيلا بالأسف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على رأسها حزب الله عمل على إثارة الطائفية لا أمدى هذا الموضوع خطير في مستقبل أيام إن انتجارا هز منطقة الميادين الواقعة بريط دير الزور الشرقية الله يعوض علينا يا يومه إن رجعنا بيور مسألة الإنسانية اليوم تحرط ذاتها وهو أعنف التجار يضرب عفرين بداية العنجل بقتل 12 شخصا أحدهما في مدينة عزاز باريخة عشرات الخيام بمخيم كفار عاروك للنزحين في إدلب الشمال السوري لا أريد شيء من هذا الدنيا بإننا بس نرجع بيوتنا إن إيران ما زالت تواصل عمليات التجديد لصالحها في سوريا حشرات الآلاف من المعتقلين يواجهون مصيرا مجهولا ضمن معتقلات النظام في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في سوق السوداء عم الشارع اللبناني الدولار يضرب أرقاماً قياسية في التهام العملة اللبنانية هنا خلفي هناك مصرف تم أحراقه هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي الثورة باتجاهه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية فيصر ربما المحتجون على موضوعها في الطرق في لبنان هل الحكومة تسير في واد والاحتجاجات في واد آخر المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل لماذا تكسير ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياح البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بسة إخبارية متقصر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان مولد فيه الرؤ عن صور كانت ملونة خفوتت بالذاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغني عنهم فرار ولا انتظار خفع أخواتي للنصغار بس وإذ هم كان خوفي كله عامل وبي كيف تصمف هذه الهجمات من حيث التوقيت ومن الجهة التي ممكن أن تتبنىها إيران مصرع لأن يكون العراق حلبا للصراع هذه الصواليخ ابتداء هي صواليخ عادتية هي تحاول أن تخلط الأوراق ماذا تكرار انتهاك السيادة العراقية أي لغة لدى الرجل كي يستخدمها مع القوات الأمريكية هل سيستطيع الكاظم من مواجهة هذه الميليشيات التي تصر على السيناريو الأبغاني مثلاً؟ أنا أعتقد الأتراك والإيرانيين يبحثون عن مجالات حيوية أوسع في العراق كم هي المسافة التي دخلت إليها القوات الأرقية الآن على الأرض المعلومات الأمنية تتحدث عن انفجار الخزان الرئيسي داخل المستشفى الكارثة حلت هذا يفتح الكثير من الأوراق عن الفساد الذي لم يستثني حال المشافي في العراق زالت التحقيقات مستمرة هل هناك ترجيحات بأن تكون شبهة جمائية خلف هذا الحادث؟ أرحب بكم مشاهدينا في ساعة ثانية من حدث اليوم وهذا التفكير بأبرز المحاور والعنوين اليمن كان عنواننا الأول ناقشناه في الساعة الأولى وفي تفاصيل بالمزيد والمزيد وبشكل مستمر من الرجال والمال بعد ساعات من تصريحات التصعيد والولاء لإيران واشنطن ترد على الحوثي تتحملون مسؤولية الإخفاق قصتنا الثانية ناقشناها أيضاً بساعة الأولى إيرانية وفي تفاصيل ماذا وراء التراجع؟ خامنة يفتح الباب لإعادة أسماء لسباق الرئاسة ويتحدث عن الظلم ليبيا عنوان ثالث ونناقشه خلال هذه الساعة وفي تفاصيل أي تواجد أجنب في بلادنا ونطالب إخراج المنتزقة وتفكيك الملياشات للمسلحة الخلافات تؤجل لقاء عقيل صالح بالمشري في الرباط والأمم المتحدة مدعوة لفضي أزمة المناصب السيادية العنوان الرابع من لبنان ونناقشه أيضاً في الساعة الثانية وفي تفاصيل مناطق حزب الله تفرغ من البنوك الأجنبية وجدال يتسع هل هو الإفلاس أم العقوبات الأمريكية؟ لقاء عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي ونظيره رئيس مجلس الدولة خالد المشري لا يبدو أنه سيجري في المغرب رغم الوساطات المكثفة مراسل الحدث كشف أن اللقاء الذي حاولت أطراف عديدة أن تجمع الرجلين فيه لأن يتم خلال المفاوضات الجارية في الرباط وذلك بسبب عدة خلافات أساسها الميليشيات وعدم التوافق بشأن تقسيم المناصب السيادية اليوم أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظره المغربي الحبيب المالكي أكد رفض ليبيا لأي تواجد أجنبياً على أراضيها مطالباً بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة وأضاف أن جميع الأطراف التي حضرت اتفاق بوزنيقة وفت بالتزاماتها وكشف عقيل صالح عن لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة كلفت باختيار المناصب السيادية في ليبيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التزامنا به وبدأنا تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب قام مجلس النواب بعداد الملفات اللازمة وبعثها لمجلس الدولة ونحن الآن في انتظار رد مجلس الدولة وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسب والرقبة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا نحن نؤكد من هنا مرة أخرى على أن نرفض أي تواجد أجنبي في بلادنا ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك الملياشات المسلحة والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 ديسمبر 2021 وهذا مطلب الشعب الليبي نحن نؤكد على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إسراف الأمم المتحدة مزيد من تفاصيل حول هذه اللقاءات اليوم وزيارة رئيس مجلس النواب إلى المغرب مع مراسل الحدث من الرباط عدل الزبيري عدل أهلا بك من جديد أعود أؤكد معك على معلومة هل من أي تفاصيل حول إمكانية لقاء بين عقيلة صالح وخالد المشري مع حفظ الألقاب المعلومات المتوافرة للحدث تشير إلى عدم وجود أي فرصة حاليا للقاء بين عقيلة صالح وبين خالد المشري ولكن كل شيء يبقى وارد على اعتبار أن اللقاءات مستمرة كل طرف على حدى يلتقي بمسؤولين مغاربة سواء في الخارجية المغربية أو في غرفتي البرلمان المغربي لأن البرلمان المغربي هو الذي وجه الدعوة الرسمية لخالد المشري ولعقيلة صالح لزيارة المغرب حاولت التواصل مع مجموعة من المصادر ولكن هناك نوع من عدم الرغبة في حسم هذه النقطة ولكن مصادر الحدث خبرتني سابقا أن اللقاء سيتم في المغرب بين عقيلة صالح وخالد المشري في هذه الزيارة ولكن وقعت أمور في الكواليس دفعت هذا اللقاء إلى عدم أن يكون في أجندة هذه الزيارة بل ظهر بحسب مصادر الحدث أن هناك تشنجا وتوترا وعدم رغبة من الطرفين في لقاء الطرف الثاني لم نتبين بعد أسباب هذا التشنج وإن كان عقيلة صالح كشف عن بعض التفاصيل خصوصا أنه حمل المسؤولين للطرف الثاني في عدم استكمال مصار بوزنيقة حوض المناصب السيادية وأيضا كشف أنه تقدم بمقترحات إلى الطرف الثاني حوض المناصب السيادية مقترحات طيب الحديث عن لجنة من الأمم المتحدة لتشرف على هذه المناصب وعلى هذه الاختيارات هل من تفاصيل حولها وحول دورها الفعلي إلى غاية الآن لا تظهر الصورة غير واضحة ولكن المؤكد أن الأمم المتحدة خصوصا عندما كانت السيدة ستيفاني ويليامس هي بالنيابة تقود بعثة الدعم في ليبيا كان هناك تنسيق مباشر بينها وبين المغرب طيلة مصار بوزنيقة الذي خصص للمناصب السيادية وهو من مخرجات اتفاق الصخيرات التاريخي بين الليبيين الآن ما كشف عنه السيد عقيل صالح هو ترجمة لهذه المرافقة الأممية وأن ستيفاني ويليامس كانت على اطلاع على أدق التفاصيل لا من الجانب المغريب باعتبارها أن المنظم ولا من الطرفين الليبيين وهو ما أثمر المفاوضات مزنيقة أثمرت لاحقا ما سمي بمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس إلى غاية الآن وأنا سألت بعض المرافقين لعقيل صالح حول هذا الموضوع هناك عدم رغبة في الخوض في التفاصيل حاليا ربما إذا بقي الطرفين هنا في المغرب لأيام أخرى تنكشف لنا الصورة أكثر شكرا جزيلا لك عدل على كل هذه الإضاحات من العاصمة المغربية إذن كان معنا مراسل الحدث عدل الزباري نتابع أيضا في الشأن الليبي مع ضيفنا من طرابل صعود المجلس الأعلى للدولة الليبية ورئيس الكتلة الوطنية بالمجلس ناجي مختار علي مساء الخير أهلا بك معنا بحدث اليوم أستاذ ناجي ودائما على شاشة الحدث يعني إذا ما أردنا أن ندخل بتفاصيل الخلاف أو النقاط العالقة اليوم بين مجلس الدولة ومجلس النواب كيف يمكن اختصارها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بك ومشاهديك الكرام لا يمكن اختزال المجلس الدولة في سيد المشري ولا مجلس النواب في سيد عقيلة صالح هذان المجلس منوط بهما يعني حسب ما أشار الاتفاق السياسي في 2015 باختيار المناصب السيادية أو التنسيق بينهما لاختيار من يتولى هذه المناصب السيادية هذا الأمر أصبح يخضع لانصح التعبير لإرادات أو لاشتراطات لأطراف غير واضحة في المشهد الليبي وإلا ما الحاجة لكل هذه اللجان واللقاءات رغم أن الألية واضحة في الاتفاق السياسي الموقع في صخرات المغربية في 2015 بأن يتم تكليف لجنتين من المجلسين تتعنى بهذا الأمر ما يحدث الآن هو محاولات لا ندري إلى ما ترمي لكنها تبتعد من يقوم بهذه المحاولات؟ من يقوم بهذه المحاولات؟ من يقوم بهذه المحاولات؟ أنتم تطرقتوا في هذا التقرير حول لجنة تشتف عليها الأمم المتحدة سيدة استفاني وليمز المبعوثة السابقة كانت قد رأت لقاء حدث أو حصل في بسنيقة المغربية بين لجنتين من المجلسين حدثت بينهما تفاهمات حتى هذه التفاهمات لم تكن في المستوى كانت تفاهمات تنمعا محاصصة عن توزيع لمناصب دون الخوض في آليات واضحة حتى يعلم بها الليبيون وتكون متاحة وشفافة هذه اللقاءات الخاصة والتي تكون خارج الوطن ليمكن حتى التعليق عليها وليمكن حتى توقع الكثير منها المشهد الليبي يفترض فيه أن يكون الآن يعني فيه كثير من التفاهمات لكن أن تكون لجنة لاختيار المعصب السيادية يتم تفاهم حولها في دولة أخرى هذه من الأمور التي تمس يعني ليس فقط السيادة ولكن حتى القرار الليبي أستاذ ناجي إذا أردنا أن ندخل قليلا بالتفاصيل البعض يقول أنه أصلا الخلاف على الألية المتعلقة باختيار هذه الأسماء بالمناصب السيادية بس هل لا توضح لنا فعليا على الأقل بالنسبة لمجلس الدولة يعني أي نقاط هي العالقة أي أسماء أي مناصب تشكل مشكلة بهذه المرحلة كما أشرت التفاهمات التي تحدث بين اللجان المشكلة في العالم تحدث عن أليات واحدة سيد ناجي يبدو أن الاتصال انقطع مع ضيفنا من طرابلس سيد ناجي مختار علي رئيس الكتلاء الوطنية بالمجلس وكذلك أيضا ضيفنا العضو السابق عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية على كلان أيضا يعني ما أعرف إذا كان يمكنه أن يسمعني الآن أستاذ ناجي تسمعني الآن أنا أسمعك بوضوح كان نقطع الاتصال مع حضرتك ما قدرنا نسمعك نسمع جوابك فسأعود وأطرح نفس السؤال المشكلة أين وما هي النقاط العالقة كما شرط لا توجد نقاط عالقة يتم الإعلان عنها ما يحدث فقط هو يعني تغييب للمعلومات الحقيقية حول هذه المناصب الحقيقية هل أنتم ليس لديكم معلومات من اللجنة؟ المشهد السياسي المشهد السياسي المعلومات كان يجب أن لا تكون يعني خارج الدولة الليبية المعلومات التي نعرفها التي بمجابها تم اختيار منصب النائب العام قبل حوالي أقل من شهر الأليات كانت مستمرة وواضحة لكن كما أشرت اختزال المجالس المشهد المجلس الأعلى للدولة في ذهابه إلى المغرب لم يكن هذا قرار المشهد للدولة بأن يطلب سيد خالد المشري إلى المغرب ويجتمع مع سيد العائلة صالح هذه حركات فردية تهدف إلى اختزال المشهد في شخص رئيسي يعني عضفها من حضرتك أنه ما تقوله أنه سيد خالد المشري لا يمثلكم لا يمثل المجلس الأعلى للدولة سيد خالد المشري فعلا في سياساته لا يمثل كل المجلس الأعلى للدولة أنا أعلينه صراحة أن أنا لا نتفق معه لا جملة ولا تفصيلة هذا رجل يتحرك ثم يأتي ليخبر ماذا فعل وماذا تحرك وماذا هي نتيجة هذه التحركات التي يقوم بها لكن ليجد اتفاق معه على الإطلاق فيما يقوم به ممثل المجلس الأعلى للدولة هل ليست هناك لجنة من جانبكم تتولى موضوع المناصب السيدية وهل يعني يعني يفترض أنه هي التي تقود هذا المشهد وبالتالي هذه الحوارات كلها الآن مبنية على لقاءات اللجنتين صح أو لا نعم يوجد لجنة في المجلس الأعلى للدولة مكلفة ولها رئيسها وكانت وكان رئيسها بالمناسبة قبل خمسة أيام في المنطقة الشرقية واجتمع مع رئيس مجلس النواب ومع لجنتها أيضا المكلفة فمدائل لهذه فمدائل لهذه اللقات التي تكون خارج الدولة للتباحث بشكل مباشر مع رئيس المسألة الدولة في وجود لجنة مكلفة تم اختيارها داخل قاعة المسألة الدولة المشري يعني بحسب المقربين يقول أنه ذهب إلى المغرب لإيجاد حلول مع رئيس مجلس النواب يعني عندما تنتقدونه بذهابه إلى المغرب ما هي البداء لديكم الآن لحل حلة الوضع العالق وهناك كثير من الاستحقاقات المرتبطة بهذه الألية المناصب السيادية ليس كل ذهاب يؤدي إلى إيجاد حلول كما أشرت كان هناك تواصل بين المجلسين المكلفتين بقرار رسمي من المجلسين وحدث قبل خمسة أيام وكان هناك ذهاب للجنة المكلفة من المجلسة إلى الدولة إلى المنطقة الشرقية وجلوسها حتى مع رئيس مجلس النواب أما فيما يقوم به سيد المجلس كما أشرت أنا كما ذكرت سابقا وأذكرها نحن لا نتفق مع ما يقوم به من سياسات وهي لا تمثل بالمناسبة للدولة على اختلاف مكوناته هو يتحرك لإيجاد حلول كيف يفهمها لا نتفق معهم بالنسبة للجنة لجنتكم هل هي فعلا تمكنت منها الوصول إلى توفقات وتفاهمات مع لجنة مجلس النواب ليس منطم باللجنة الوصول إلى التفاهمات هذه اللجنة يعني مهمتها الأساسية هي فرز الملفات وعرضها للتصويت داخل المجلس أعلى للدولة ليتم إرجاع ما ينتج من موافقات إلى مجلس النواب لاختيار الشخصيات هي ذات ألية واضحة ليست بحاجة إلى التواصل مع مجلس النواب في أي نقطة لأن الألية كما أشرت واضحة وتم الاتفاق عليها لكن التواصلات هذه قد لا تكون بسبب المناصب السيادية لا نعلم حتى من هو العراب لهذا اللقاء كيف تقرأ رعاية أممية الآن للجان للوصول إلى فعلا تسمية أسماء من سيتولون المناصب السيادية لا يوجد لجنة أممية جديدة أعتقد أن الخبر فهم بشكل خاطئ سيد عقيل تكلم عن أنه توجد لجنة أممية كما أخبرتكم في أول هذا الحوار كان هناك لقاء تحت إشراف البحثة الأممية ممثلة في سيدة استيفاني للوصول إلى تفاهمات بين المجلسين لكن لا يوجد لجنة جديدة تم تشكيلها أو تم اختيارها لهذا الغرض أو لغرض الوصول إلى المناصب السيادية أو شخصيات المناصب السيادية لا يوجد أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من طرابلوس عدو مجلس الأعلى للدولة الليبيية تفضل حضرتك تريد أن تكمل الفكرة تفضل أستاذ الناجي لا يوجد الكثير لكن كما أشرت نتمنى أن يدار المشهد الليبي بعيدا عن الوسطات خاصة في الأمور الفنية التقنية التي يفترض أن ألياتها واضحة والوصول فيها إلى اختيار شخصيات أمر متاح بين الليبيين ليس في حاجة إلى أي وسطات شكرا جزينا لك ضيفنا من طرابلوس عدو المجلس الأعلى للدولة الليبيية ورئيس الكتلة الوطنية بالمجلس ناجي مختار علي أيضا التطورات الليبية نناقشها مع ضيفنا من مدينة البيضاء عدو مجلس نوى بالليبي وعضو لجنة فرز المناصب السيادية الهادي صغير ساعة النائب مساء الخير أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث نبدأ من المشكلة الآن ما الذي يؤخر تسمية من سيتولون المناصب السيادية أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لك ولمشاهدي قناة العربية الحدث أهلا نحن نحن في مجلس نواب أنجزنا ما هو مطلوب منا وتم إحالة القوائم إلى مجلس الدولة وكان من المفترض أن يرد علينا مجلس الدولة في بحر أسبوع من استلامه لهذه القوائم بعد فحصها والالتقاء بالمترشحين ولكن للأسف لا زال إلى هذه اللحظة لم يوافين بأي قوائم توصل إليها مجلس الدولة هل من أسباب هل أخبركم عن أسباب تأخره بتسليمكم هذه الأجوبة نعم عقد لقاء في الأسبوع الماضي في مدينة طرابلس بين أعضاء مجلس الدولة واللجنة المكلفة مجلس الدولة واللجنة المكلفة من مجلس نواب وتنولنا الحديث حول هذه المناصب والألية التي يشتغل بها مجلس الدولة وطلبوا مننا مهلة لمدة عشرة أيام وتواصلنا مع السيد الرئيس مجلس النواب سيد المصرشار عقيلة صالح وأعطى هذه المهلة لمدة عشر أيام للتباحث لأعضاء مجلس الدولة وقبل ثلاثة أيام التقينا في القبة مع السيد رئيس مجلس النواب أعضاء مجلس الدولة المكلفين بفرز الملفات وعضويتي أنا من طرف اللجنة المشكلة من مجلس النواب وتم الحديث وتنول وطلبوا فسحة مع السيد الرئيس لوحدهم وجلسوا معه ومن ثم التحقت بهم أنا كممثل لهذه اللجنة وتوصلنا إلى أن تمنح لهم فرصة عشرة أيام أخرى لأن سيد خالد المشري كان طالب لقاء مع المستشار عقيلة صالح في المغرب والمستشار كان متردد في الذهاب إلى المغرب لأنه لا توجد أشياء جديدة يمكن التباحث فيها أو الجلوس حولها وأعطى للسادة أعضاء مجلس الدولة وقال لهم نحن مجلس النواب فوضنا اللجنة من مجلس النواب للتحدث معكم وللوصول إلى حلول نهائية بس ذهب السيد عقيلة صالح إلى المغرب سعادة النائب هل سيلتقي المشري أم لا لأنه حتى الآن لا تبدو أن المؤشرات سوف يلتقيان عقيلة صالح ذهب لتلبية وإرضاء للأخوة المغاربة الذين كانوا يشرفون على حفاظ البوزنقة وبالتالي أرضاء للمغرب لأن لا يوجد ما يمكن أن يقدمه عقيلة صالح لخالد المشري في لقاء المغرب يعني اللقاء لا يتم المعلومات التي عندي أن اللقاء لا يتم إذا ما أردنا أن ندخل قليلا بالتفاصيل حول الأسماء وربما بعض النقاط التي يحكى أنها تشكل إشكالية بالنسبة لي اللجنتين موضوع مستقبل رئيس مفواضيات الانتخابات مع معلومات عن إسرار الطرف الآخر على إقالته ما مصير هذه النقطة تحديدا هذا ما يدور في شبكات التواصل أو في الإعلام هذا لم يتحدث به أعضاء لجنة مجلس الدولة ولم يتطرقوا إلى المفوضية العليا للانتخابات وإنما تطرقوا إلى منصب ديوان المحاسبة نعم في بوزنيقة واحد واثنين كان هناك اتفاق أن يكون مصر في المركز المنطقة الشرقية وأن يكون ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية هم أرادوا أن يخلوا بهذا الاتفاق وطلبوا من كتلة الجنوب أن تتنازل عن ديوان المحاسبة لمجلس الدولة وهذا لم يحصل أعضاء مجلس النواب في المنطقة الجنوبية وأعضاء مجلس الدولة الكل رافض أن يتنازل عن هذا المنصب المخصص لمجلس لمنطقة فزاد الحوار دائما يدور أنا تحدثت مع خالد المشهري مباشرة وجلست معه فكان الحوار معه على ديوان المحاسبة لماذا لا تتنازل لنا عن ديوان المحاسبة وخذوا ما شئتم من المناصب الأخرى مقابل ديوان المحاسبة أنا تحدثت قلت لا أنا أنا هذا لا أملك أنا هذا صغير ممثل لجنوب ولكن هذه ممكن تعرض أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة في المنطقة الجنوبية ولكن بعد التشاور معهم رفضوا أن يتنازلوا عن حقهم في ديوان المحاسبة وخالد المشهري في ذهابه إلى المغرب الغاية والغرض هو ديوان المحاسبة لا أقصر ولا أقل طيب يعني البعض أيضا ربط ذلك الحديث عن ديوان المحاسبة والحديث عن رئاسة مفاوضية الانتخابات بموضوع مصر في ليبيا المركزي هل أيضا هذا المنصب مطروح لأي مفاوضات لا 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 حقيقة لم يعرض في المفاوضات للمفاوضية ولا مصر في ليبيا المركزي العرقلة الموجودة الآن هو تشبث مجلس الدولة بديوان المحاسبة لا توجد أي عرقلة أخرى إطلاقا غير أن مجلس الدولة يريد ديوان المحاسبة وهذا الأمر غير مطروح بالنسبة لمجلس النواب وهذا الأمر لمجلس النواب المستشار قالوا هذه خصفة لمنطقة الجنوبية وأنا لا أتدخل طالما أننا قسمنا على ثلاث مناطق أنا لا أتدخل في حصة الجنوب وأقول لهم تلازل أو لا تلازل لماذا طلب ديوان المحاسبة برأيك سعادة النائب من جانب هذا ما لا أعرفه هذا ما لا أعرفه ما هو الغاية والغرض من ديوان المحاسبة برغم أن ليه 11 سنة ديوان المحاسبة موجود عند مجلس الدولة من مواطن الوطني ومجلس الدولة ولا يزالون يسرون على البقاء ديوان المحاسبة لديهم هل هناك رابط بين المناصب السيادية واعتماد الميزانية الآن بهذه المرحلة هو الربط يعني مش نحن مجلس النواب ربطنا الميزانية بالمناصب السيادية لكن اجتماعات جينيف اللي أفرزت الحكومة عندما أفرزت الحكومة أفرزت لابد من المناصب السيادية الميزانية حاجة ثانوية عارضة المفروض أنا أعتمد الميزانية من يوقع من يصرف من يشرف على هذه الميزانية إذا كان مصر في بيب المركزي لم يتغير وإذا كان ديوان المحاسبة لم يتغير من يشرف على هذه الميزانية التي سأقرها أنا في مجلس النواب أنا لا توجد لديه سلطة تشريعية على هذه القنوات الموجودة الآن حالياً لا ديوان المحاسبة ولا مصر في بيب المركزي ليسوا تحت سلطة مجلس النواب ما زالت هناك إشكالية حول اسم حاكم مصر في بيب المركزي؟ نعم لا زالت هناك مشكلة لابد من المناصب السيادية هذا شيء مهم نحن لا نعرق للميزانية من أجل مناصب السيادية لكن هي المناصب السيادية هي التي ستشرف على صرف هذه الميزانية وبالتالي من حقنا أن نطالب حتى المجتمع الدولي لا بد أن يتدخل يعني البحث الأممية التي أشرفت على جنيه والتي أشرفت على بزنيقة 1 وبزنيقة 2 أنتم فهمتوا خطاب السيد الرئيس اليوم في المغرب فهم خاطئ للإعلام وهو يتحدث عندما يقول هناك لجنة دولية يتحدث عن اللجنة الدولية التي أشرفت على بزنيقة 1 وبزنيقة 2 لا يتحدث عن لجنة دولية جديدة وعندما تحدث تحدث قال أنا كرئيس مجلس النواب لا أتدخل في عمل اللجنة التي شكلت من مجلس النواب وعلى المشري أن لا يتحكم في اللجنة التي أفرزها المجلس الدولة طيب بس هل تريدون دور للأمم المتحدة الآن؟ هل تطالبون بدور؟ وهل الكلمة الآن لدى الأمم المتحدة بالنسبة لكم؟ تفضلون دورا خارجيا؟ نحن لا نبحث عن دور خارجي لكن هذه بعثة أممية من الأمم المتحدة أشرفت على الحوارات التي انطلقت سواء في جينيف أو في بوزنيقة لابد أن تتابع وتقول للمجتمع الدولي أو لليبيين ما هو المقصر نحن الآن لدينا مشكلة أخرى وهي القاعدة الدستورية للانتخابات أيضا معارق لها في مجلس الدولة نحن نواجه مشكلة في مجلس الدولة وبالتالي لابد أن تتدخل البحث في هذا المجال شكرا جزيلا لك ضيفنا من مدينة البيضاء وعضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة فرز المناصب السيادية الهدي صغير على كل هذه الإضاحات نذهب إلى فاصل نتابع من بعده في الشأن اللبناني الهرمل أحد معاقل حزب الله اللبناني فارغة من المصارف هذه الصور المباشرة في صداء المسؤولية للقاعدة المصارف نحن مزيد curtain السمياء المصارف 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 وأنا شخصياً عادي نفسي لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لـ 24 ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث أصبحنا الحصول على إجراءات المصرفية ضد حزب الله اللبناني أقفل المصرف اللبناني الفرنسي بالأف فرعه في قضاء الهرمل بمحافظة البقاع شرق لبنان معقل حزب الله وكان مصرف سوسيتي جنرال أقفل فرعه في المنطقة نفسها قبل نحو عام ونصف العام لتصبح أكبر مدينة في معقل حزب الله خالية من المصارف وأقرب مصرف يبعدها نحو ساعتين وفيما عزى مصرفيون أسباب أقفال الفروع إلى الأزمة المالية في لبنان وللحد من خسائرها المصارف غير أنهم لم ينفوا إمكانية ارتباط الإجراءات بتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد الميليشيا من ضمنها إقفال فروع المصارف في المناطق المحسوبة على هذه الميليشيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حول هذا الموضوع معنا من بيروت النائب عن كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني العميد وهبي قتيش ساعتنا أبمس الخير أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث يعني مصرف تلو الآخر يقفل فروعه أهلا فيك بمنطقة محسوبة بشكل قوي على حزب الله بداية هل الموضوع مرتبط بحزب الله أو مرتبط بوضع المصارف أولا هناك أسباب عديدة لإقفال بعض المصارف خاصة بالمصارف الفروع التي تقع في المناطق الحدودية طبعا الأزم المالية منذ سنتين دفعت بالكثير من المصارف إلى تخفيف وجودها خاصة في المناطق البعيدة عن بيروت هذا أحد الأسباب إنما كمان هناك أسباب ثانية خاصة بالنسبة إلى منطقة الهرمل نحن نعلم أن منطقة الهرمل هي قريبة من المحاور الأكثر تهريبا بين لبنان وسوريا وإما لتمرير البضائع الممنوعة أو لتهريب المخدرات أو للتبييد الأموال أو ما شابه لذلك قد تكون هذه المصارف قد خافت من أن تتهم فروعها في تلك المنطقة إما بتهريب الأموال أو بتبييد الأموال أو بتهريب المخدرات وتصبح أموال غير قانونية قد يكون هذا سبب آخر لذلك قد تقدم بعض المصارف على إقفال هذه الفروع خوفا من العقوبات أو في أي مكان قريب من الحدود خوفا من أي عقوبات كما طالت عقوبات شخصية أخرى طبعا عندما تتهم خاصة الفروع التي هي قريبة من محاور تبييد الأموال أو المخدرات أو تبادل القضايا الممنوعة عبر الحدود أو مخالفة قانون قيصر أو ما شابه هذه الأموال تأتي قد تكون بحجم كبير إلى أحد الأفرع الموجود في الأطراف اللبنانية قد يكون الأمر غير طبيعي لذلك الأموال عادة عندما تكون في الأطراف تكون حجمها ضئيل إنما إذا كثر حجم الأموال في أحد الأطراف يعتبر أن هناك شيئا ما يحصل غير طبيعي وغير قانوني لناحية التهريب أو طبيعي الأموال أو ما شابه ذلك طيب بس بالمقابل أيضا الكل صار يعلم أنه لحزب الله ولكل من يريد أن يكون جزء بهذه المنظومة لديه قنواته الأخرى لحزب الله مثلا نظام مصري في موازي القرد الحسن لوحده هو يوازي أحد أكبر البنوك في لبنان بالنسبة للحزب وبالتالي إلى أي مدى فعلا الاعتماد اليوم على البنوك والمصارف التي نحن نعرفها والتقليدية أنا يمكن كنت أقول لك السبب الثالث أن لدى حزب الله نظام مصري في خاص هو القرد الحسن القرد الحسن قد يكون في هذه المنطقة الأكثر نشاطا ماليا على الحدود اللبنانية قد يكون حزب الله يريد أن يستبدل هذه المصارف بشبكته الخاصة التي تعتبر القرد الحسن ويمكن استعمال هذه الشبكة للاستغناء عن فروع المصارف هذه أسباب عديدة هذا بالتنسيق مع المصارف هذا يعود إلى نعم هذا بالتنسيق مع المصارف يعني إذا أراد حزب الله فعلا أي يستغل هذه الأمور لشبكته الموازية هل هو ينسق مع المصارف كي تقفل فروعها ولا يبقى خيارات أمام الناس سوى مصارف حزب الله بمعنى أو بآخر طبعا لا هو لا ينسق مع المصارف هو لديه شبكته الخاصة ولكن لا يضغط على المصارف لإبقاء هذه الفروع الفروع هذه المصارف أقفلتها إما لأنها لم تعد تعمل كثيرا إما لأنها عملت كثيرا وخاء وهذا يشكل خوف لدى المصارف من حجم الأموال التي تتجاوز إمكانيات هذه المنطقة لذلك المصرفيين يخافون أنه عندما تأتي الأموال بهذا الحجم إذا كان كبيرا يخاف ويخفل الفرع ليتفادى العقوبات التي تأتي من البنك الدولي أيضا في مشكلة أخرى في هذا الإطار سعادتنا هي أنه في ناس أصبحت بلا وظائف ربما لا علاقة لها بميليشي حزب الله وفي ناس بهذه المناطق أصبحت غير قادرة على الوصول إلى حساباتها البنكية أصلا يعني الناس ليس كثير قادرة أن توصل إلى حساباتها البنكية بس على كل حال وباتت مضطرة للانتقال إلى مناطق بعيدة نسبيا خاصة الهرمل هي منطقة جدا بعيدة عن باقي المناطق بالتالي هذا الموضوع هل يصعب على حزب الله أو يصعب على المدنيين يلي ما قالوا علاقة بحزب الله قد يساعد على المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحزب الله ولكن المصارف عندما تخفل فروعها في المناطق لأنها لم تعد قادرة على إدارة هذه المصارف أو هذه البنوك أو أنها كما قلت لك لسببين إما أن حجم الأموال زادة كثيرا ولا يمكن لهذه الفروع أو لهذه المصارف أن تتحمل هذا الحجم أو أنه خف العمل في هذه المصارف ولا يمكن إبقائها في المناطق لذلك هذا يؤثر طبعا سلبا على العناصر التي لا تؤيد حزب الله والتي لها علاقة بهذه المصارف كموظفين أو كموديعي أموال كذلك تخاف هذه المصارف على فروعها من الناحية الأمنية إذا فلت الملأ مثل ما بيقولوا باللبناني بهذه المناطق لا يمكنه حماية مدخراتها داخل هذه المصارف وعلى كل حال المصارف تعرضت لهجمات داخل بيروت نفسها يعني مش بهذه المناطق يعني المركز الأساسي والعاصمة كان فيه هجمات على هذه المصارف فيها طبعا صار فيه هجمات على مكانات سحب الأموال سواء كان فيه مناطق بعيدة أو غريبة أو بداخل بيروت ولكن هذا لا يشكل خطر الخطر أن يدخلوا إلى المصارف ليستولوا عليها وإذا الوضع الأمني لم يعد محروسا هون الخطورة الكبيرة أنه تدخل على قلب المصرف على داخل المصرف لتستولي على مقدرات هذا المصرف هذا هو الخوف من ناحية المصارف التي باتت تخاف من الفوضى الأمنية في لبنان يعني كل هذه الأمور تعيدنا دائما إلى نقطة نفسها أو نقاط عدة نقاط كما تتحدث حضرتك الوضع الأمني خاصة في مناطق بلبنان ليس هناك سيطرة أمنية كاملة للدولة عليها تعيدنا إلى نقطة التهريب كما قلت حضرتك وعدم القدرة على وضع حد لهذا الموضوع إلى متى من المقبول فعلا أن يستمر الحديث بهذه الطريقة يعني البنوك تأخذ احتياطاتها الناس تأخذ احتياطاتها بوقت أن هذه الأمور يجب أن تكون مضبوطة من الدولة مبدئيا المؤسف أن الدولة اليوم يسيطر عليها محور الممانعة ومحور الممانعة استغنى عن الدولة بالميليشيا الموجودة لديه هو يسيطر على كل شيء لذلك لا يمكن تغيير هذا الواقع إلا بانتخابات نيابية جديدة وإنقاذ لبنان من براسن هذا المحور من محور الممانعة وإعادة لبنان إلى حياته الطبيعية إلى وضعه الطبيعي بين أشقائه العرب وفي الأسر الدولية هذا الوضع غير طبيعي لأن لبنان مع المحور السوري والإيراني والكوري الشمالي وبنزويلا هو الذي أوصله إلى هذا الواقع الذي نحن فيه لذلك لا يمكن تخلص من هذا الواقع إلا بإعادة لبنان إلى وضعه الطبيعي وإنقاذه من هذا المحور الذي أوصله إلى هذا التردي في المال والاقتصاد والأمن وكل القضايا أشكرك جزيل الشكر ضيفة من بيروت النائب عن كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني العميد وهبي قطيشة إلى فاصل أخير من بعده نذهب إلى موضوع كورونا وفي التفاصيل اللقاح أم كورونا أيهما أكثر ضررا لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات تقدمات مستمرة ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى الانتصارات والخسائر وردنا الآن هذا الخبر العاجل سرعة الرصد دائما ما تحدث كل الفارق كل هذا يسلك في لحظة ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث ورحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القترة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلا بكم من جديد منذ بدء حملات تطعيم للحماية ضد فيروس كورونا أثارت بعض عوارضه الجانبية مخاوف الكثيرين حتى أنهم ذهبوا إلى حد القول بأن اللقاح أشد خطورة من المرض الذي يمنعه غير أن خبراء نفوا بطبيعة الحال صحة هذه الإدعاءات دون إنكار وجود أعراضي جانبية بينها رد فعل تحسسي يطلق عليه اسم الحسسية المفرطة هذا العارض يحدث في اثنين فقط من كل عشرة ألاف شخص عقب اللقاح مباشرة ولذلك ينصح مسؤول الصحاب الانتظار لفترة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة قبل توجه إلى المنزل لعلاج هم بالأدوية في حال تحسسهم هناك أيضا أعراض جانبية أخرى أقل حدة وأكثر شيوعا لسيما بعد الجرعة الثانية التعزيزية كألم الضراع إلى جانب الطفح الجلدي وأيضا الحمى والإرهاق وألم في الجسد كما تسببت بعض اللقاحات مثل أسترزينيكا وجونسون إن جونسون بالطراب تجلط الدم النادر وأيضا الخطير وأيضا مقارنة بين نسبة الوفيات من الإصابة بكورونا وتلك الحاصلة بسبب اللقاح تظهر أن الإصابة ليست أفضل من اللقاح أبدا بحسب أطباء حيث بلغت احتمالية الوفاة من المرض بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أستين عاما ثلاثة في المئة ترتفع هذه النسبة في صفوف من هم فوق الخمسة وسبعين عاما لتصبح أحد عشر في المئة في المقابل توفي شخص واحد فقط من بين كل مليون شخص حصلوا على التطعيم الكامل داخل الولايات المتحدة وتعرضوا للإصابة بكورونا بعده كما طمأن خبراء بأن لقاحات الحمض النموي الريبوزي المرسال أو الارين اي لا تبدل الجنات ولا تؤثر عليها بأي صورة من الصور كما أشيع في وقت سابق بل هي كغيرها من اللقاحات تحفز جهاز المناعة على مهاجمة الفيروس عند دخوله إلى الجسم ولكن بفعالية وكفاءة أكثر ومن التساؤلات كذلك الحاجة لجرعة أخرى تعزيزية من اللقاح في المستقبل من عدمها وذلك لم يجزم بعد لعدم معرفة مدة الحماية التي يعطيها اللقاح وكذلك إمكانية ظهور تحورات الفيروس التي تعجز أو قد تعجز اللقاحات الحالية عن التصدي لها على كل ما عنا حول كل هذه التطورات من واشنطن الدكتور طلال سولي أساذ المناعة والحساسية في جامعات جورج تاون مساء الخير دكتور طلال أهلا فيك معنا دائما على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم مساء النوم يعني دكتور طلال نحن كنا قد طلبنا من متابعينا على شاشة الحدث منذ عدة ساعات طرح أي أسئلة على حضرتك ويعني عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر حول كل ما يتعلق باللقاحات حتى ننقلها لك دكتور دعنا نبدأ من سؤال قد وردنا على تويتر مباشرة مع أسئلة إذن المتابعين السؤال يقول ما مدى قوة وفعالية اللقاح على سلالات الأخرى وأعتقد مقصود سلالات التي تظهر الآن وهل يفشل اللقاح إذا ظهرت سلالة لا يمكن له مقاومتها تفضل دكتور طلال جواب أول شيء تحياتي إليك ولكل المشاهدين العزاء اللي منحبهم كثير نحن شكرا على السؤال لكن للضعية هلأ اللقاحات اللي عنا هي تشتغل على كل السلالات اللي طالعة هلأ منشه ربع ساعة باللانست طلعت دراسة أنه شوي الفايزر خفيف أكتر من غيره على اللقاحات على السلالات البي وان وان سبن والسكس وان سبن اللي بالهند هذي بندل من تبهين له لأنه ما في شي بتعرفي ما في دوام ما في لقاح بالعالمية بالمية بقى مش لك بدأ ننتبه بس إلى الآن بعضه بيشتغل بدأ نفهم اللقاحات ليس من ضوء من ضوء من طفء بشوي بيبطأ أكتر مش لك بدأ ندل نحن من تبهين يعني ما بدأ نعمل عزيمة عشان نجيب شيء 150 شخص وما نحط الكمامات ونعود معهم بدأ ندل من تبهين بس لا هلأ بعضه مش اللقاح طيب بس يعني دكتور هل يمكن القول أنه اليوم السلالات التي تظهر يعني بشكل عام ما زال مقدور عليها من جانب اللقاحات هل يعني أصلا يمكن للفيروس أي يتغير بتركيبته الجينية حتى نصل إلى سلالة فعلا لا يمكن معرفتها من جانب اللقاحات المطروحة لكي كل شيء معقول بس لهلا شفنا تغييرات كثيرة يعني عندك عدة لقاحات عندك البي وان سبن من بريطانيا بي وان بي تون من برازيل في عندك ال 3-5-1 من جنوب أفريقيا هذا اللي أنا خايف لنا من ساوة أفريقيا هذا اللي مشغول بي عليها وعندك كمان من أمريكا ليش هيدا مخاوفتكم أكثر من غيرها؟ نعم السلالة الجنوب أفريقية لماذا تخيفكم أكثر من غيرها؟ لانه في تغيير أقوى فيها من غيرها مع اللي قام من الهند كمان هذا معقول تأثر أكثر هلأ ليس إذا تغير كتير كمان إذا تغير كتير ما بيشتغل بس كمان إذا ما بيشتغل على اللقاح ما بيفوت على الخلايا طابعنا كمان يعني كانوا واحد عنه مفتاح البيت طابعه عم بيفتح المفتاح بالأفل إذا المفتاح يتغير جدا ما بيدرب ليس إذاא� فقط على الخلايا طابعنا هذه الشيارة الكويسة هلأ معقول يصير أ eingesاح ويفوت طريقة أسرع بس لهلأ المهم اللقاحات كلها ماشي بالطريقة الم settlement all the time تسألني أنه كيف يعمل اللقاح بياخد أربعة سنين أو خمسة سنين طي يطلع مظلوط لا لا أقول لك. هلأ أولا نحن نعرف أنه اللقاحات أول شيء في خمسة نقطة تكي أول شيء اللقاحات وقاتل بيعملوها هنو عم بيعملوا التجارب السرية بيطلع الأعراض الجانبية خمسة واربعين يا ستين يوم ماكسيموم بيصير في أعراض جانبية. يا بيصير ما بيصير إذا بنوقفوا هون ما صار في شيء أبدا نطلق عنه وفي كثير لقاحات وقفوا بالماضي. نحن نصلنا فوق ستين يوم أكيد. نمبر تو الدراسات بيعملوها على اللقاحات النورمال شيء أربعة آلاف شخص. هون عملوا الاختبارات السرية على أربعمائة وخمسين ألف شخص. هي نصف مليون شخص. نعم وثالثا كبيرا الخبراء اللي بيشتغلوا على اللقاحات تطلعوا اللقاح خمسة ستة ماكسيموم. نحن بالمستشفى عنا كان عنا دكتور ألبرت سابن يعني هو طلع اللقاح ضد شلل الأطفال. نعم. كان عنا توفع من ثلاثة سنين وكان هو الوحيد اللي يطلعوا. تعرفين كم خبير بالعالم كله طلعوا. بين السبعمائة وخمسين ألف خبير بالعالم كله تشتغلوا سوا. يعني هيدولي. لذلك الوقت كان أقصر للتوصل إلى اللقاح. بس دكتور. المراقبة المراقبة قوية جدا كانت. نعم. كيف عملوا يا أخي. عادة للفكسين العادي عشرة مليون دولار بكلف. الفكسين تبع الكوفيد كلف ثلاثين مليار دولار. في فرق بين عشرة مليون وثلاثين مليار. يعني في أموال كانت موجودة لدعم. صح. دكتور طلال بسمح لي لحتى نظل يعني أمينين مع متابعينا. سوف أنتقل إلى سؤال آخر كان قد ورد. يقول السؤال متى نعرف أننا بحاجة لجرعة معززة من اللقاح. وهل يجب أن تكون هذه الجرعة بنفس اللقاح المأخوذ من البداية؟ على طول نحن نحب أن ندلمشين على نفس اللين يشتبع اللقاح. أخذنا فايزر من دول فايزر. موديرنا موديرنا. أستزينيكا. سبوتك سبوتك وكذا. هذه أول شغلة. الثاني شغلة. أمتي منعرف نحن نعرف كل الإدارات العالمية. الـ WHO. CDC. عم بيعملوا دراسات كل الوقت. هني حضروها هلأ. ألبرت بورلا حضرها. تبعا. نعم. كمان موديرنا حضروها. بس تحضير ما شهر ما نتفاجع. لأنه هذا فيروس. متل ما أنا أسميته من أول ما طلع. أنا فيروس شيطاني. روح ثلاثة مليون ونصف بالطالح. ثلاثة مليون ونصف وفيات. يعني نحن ما منحكي ألعابي. يعني عاد عن الناس اللي قاعدين ومؤثرين لكل حياتهم. يعني فيه ناس سرمعون مشاكل باسمه لونج هولور. عنده عارة التعب ووجع راس ووجع بالعضرات ووجع بالجسم. وكذا عم بيصير فيه مشاكل عم دارة على المدة طاولة. بها هذه نحن بدأ ننطرها. لما ما نتأمي بل مي بل نأخذها. ما أقول نعوزها بس مطروري بل نأخذها. برح أنتقل لسؤال تالت لأنه هو مرتبط أيضا بهذه السؤال اللي سبق. هل تكفي جرعتين من لقاح فايزر مثلا؟ وكم مدة تحسين لها؟ هل تمكنتم من معرفة مدة تحسين لكل لقاح دكتور؟ أكيد يعني من وقت اللي تطلع اللقاح. لا هل لا بعده ماشي. أنا ما بدري أقول لك بعد شيء. بعد أربعة سنة بعده ماشي. نحن عم بشايكه يوميا على الناس اللي أخذوها. أنا أخذت فايزر. على طول بعده عالي. لا نزل شيء ولا كذا. كله ماشي مزبوطه. والدراسات اللي يعملوها ليس على الشخص واحد. حضرتك عم تتأكد من مناعتك؟ نسبة المناعة يعني ما زالت مرتفعة أيضا؟ لا لا ما ضروري. ما ضروري لواحد يشاهد. لحلك يعني الأجسام المضادة صعبي جدا. وما معروف أي أي الأجسام المضادة اللي بتشتغل شو قدية الكمية بدا تكون بس نحن عم نشوف النتائج طلع هذا الفايزر والموديرا والجونسون جونسون بأمريكا أنا بحكي لانه هون بعرف كل الحصائل الحصاءات هون طلع طلعوا اللقاحات عم بيعطوهم بالأوتلات بالكازينو بالطرق عم بيعطوهم بالمدارس عم بيعطوهم محل إحلاقة بالمطاعم وما كان عم بيعطوهم شو صار خمسة تسعة تسعمل مئة من الوفيات نزلت تسعة تسعمل مئة من الناس اللي صار معهم كورونا نزلوا ما ما في عنا كورونا ما يعني معنا الحكي نعم ليه هذه نحن نشوف النتائج القوية هذه هي بس العدد أجسام المضادة ما إلا عازي واللي عم يعملوها عم يعملوها غلط هذه مش اسمها نوترلايزين انتباضيس هذول باينين انتباضيس ما نزل مش هيك الواحد اللي أخدوا أخدوا هلأ إذا أخدت فاكسين تاني وبدو يشوف شو صار فيه هذه حر واحد يعمل شو بد بس أبدا ما يطلع فيه لما منعرف فيها هي بيل كيرف هلأ في داكيترا عم يطلعوا عليه في بيل كيرف يعني فيه فيه مثل جبل بيطلعوا بينزل نحنا بين الجبل يكون هون وهون بيدل ماشي أنا فو بيدل ماشي هل إذا طلعنا على الجبل عجناهب ما بقى بيمشي تبقى تشوف ما يشرب يعني يبدو أنه عندك أيضا معجبين على تويتر سؤال الأخير هو سؤال للدكتور المميز طلال انصولي هل لقاح فايزر مضر للقلب وهل هناك فئة معينة عليها تجنبه سؤال ممتاز جدا لأنه بتعرفيه هلأ كانوا عم يحكوا عليه من شي جمعة أنه فيه ناس صار معهم التهاب بعضلة القلب عملوا هلأ هلأ هني دراساته أو هذه الدراسة اللي عملوها بإسرائيل لكن طلع شي 290 شخص على 5 مليون 250 شخص على 5 مليون صار فيه التهاب لقوا الالتهاب موجود بالقلب ومش مقتر هذا اسمه المايو كاردايتس 95% جان خفيف وكل شي راح هلأ له علاقة لهلأ عم يتطلعوا عم يشوفوا استاتيستيكس وعملوا كل خبراء عم يشوفوا ما له علاقة لأنه الناس اللي ما أخذوا اللقاح أيضا نفس الشيء بموضوع التجلطات دكتور طلال أو ما يعرف بالTIA أيضا تحصل كذلك مع اللقاحات بزموط بس تألك الحقيقة هلأ مثلا الأستازينيكا عم بيطلع حوالي واحد على مليون بيصير معه جلطات صغير صغير بالعمر وعم بيحضوا أحبوب قرمونات هلأ كمان جونسون ونجونسون كمان فرجة انه واحد على مليون ونص يعني شوفي شؤالين إذا عنده مشاكل بالجلطات رجعوا نزلوا جونسون أو جونسون أمريكا صعبة جدا لأنه في عنا مشاكل ليجل يعني عنا محقية قوية جدا وبيبتحوا دعاوية على الحكومة وعلى الخوف بتعرف كيف هوني أمريكا رجعوا نزلوا وشافوا أنه هذا ميليمال بس ما حدا يفكر فيه أبدا هذا المرض عاطل جدا ونحن بنتبه السؤال الثاني شرفي يعني للأسف الشديد في كتير أسئلة دكتور طلال ولكن الوقت ما أسعفنا هذه الليلة لنا لقاءات أخرى أكيد شكرا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور طلال صولي أساد المناعة والحساسية في جامعات جورج تاون بهذا مشاهدين إذن ومع ملف كورونا الحاضر دائما في هذه الأيام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حدث اليوم أدعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث على منصة التواصل الاجتماعي وتفاعل معها سواء تويتر يوتيوب فيسبوك ودائما للمزيد على الحدث دوت نت ختم حدث اليوم شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء